اشتركوا في القرآن في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولاتي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوك لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سناء نور الحنايا والطلوك لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سناء آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سناء حيث كانوا هناك يتعرفون على الديانات الكبرى الخمس اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإسلامية ومن هنا بدأ أبو بكر في قراءته عن الإسلام ما هي الديانة التي كنت تحتنقها قبل الإسلام؟ كنت على ديني نصرانيا بخاص كاتوليك ولكن من فضل الله تعالى بعوني كنت دائما موحدا بمعنى أن إذا كان لدي حاجة ما كنت يعطي إيسا ولكن كنت يعني يا الله بلغتي كذلك بالنسبة للنصرانيون يتقدون أن الثلاثة يعني إلهي يكون واحد ويكون عسى ابن الله وبالنسبة لي كان أعتقد أن العبن ليس على حقيقي نعم نقول يعني عبن يعني كلنا أولاد الله بمعنى من محركات الله نعم هذا كانت اعتقاد في النصرانية وأنا غضبت القطيخ بعد الإسلام يعني ناشي يقول الأقس ولكن وجدت النصرانيين يقول لنا هذا الكلام ولكن ما كان في اعتقادي كيف لم يكن في اعتقادك؟ لا أرغي أنا هلدي هي من الله؟ ولا تعترا به أنا درسته حكذا وفهمته حكذا أن نحن أولاد بمان محركات فقط وليس على حقيقي الله عبد الله الهولندي أو كما كنا نفسه بأبي بكر سمع آية واحدة عن كيفية نزول المطر فانشرح صدره لكتاب الله ولم يتجاوز الثالثة عشر من عمره نحن زولنا مشجد في هذا وقت ودخلت المشجد مع المدرسة وشأخت شيء يعني ما استطينا كلها بألفات شأخت شيء في الصدري يعني شأخت والاستراع النور يعني استراحت القلب وشرحت بالنور والتي تعطر علي كثير وما نسيت هذا يعني منذ هذا وقت من هذا جاء الأول مع أنك كنت صغير سن سبحان الله ايوه كنت 13 سنة ولكن هذا يعني تكون في البداية معرفتي بإسلام بسيطة عندما كنت في المدرسة الكثير من أمي من أصدقائي من توركي ومتعن أمي من المدرسات عنهم ومتعنوا أني قرآن كان ملحانا ولم تتعطي لم تتطور لم تتطور لم تكن من الخطر ومتعنوا أيضا أيضا كنتتعي من المدرسات عن لماذا كنت صبرا للمجلقية ومع ذلك مع الهندوية والبودية والجودوية أيضاً يظهرني آيات وقراء القرآن ومع ذلك مع العقاة ومع ذلك بعض الأفكار ما هي هذه الآيات؟ وهل هي أثرت عليك؟ مئة آيات في سوة الروم يعني آيات تعطل فيه يعني يتكلم على نزول المطر وطريقة كيف الله سبحانه وتعالى ينزل المطر أنه جاء من السحاب وهذا كان موافق كلام العلماء العصر بالنسبة للساينس وهذا تعطل فيه سبحان الله بيّنوا العلماء أن للسحب نوعان النوع الأول هي السحب البساطية والنوع الثاني هي السحب الركامية الله سبحانه وتعالى في سورة الروم يقول الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله الله سبحانه وتعالى يقول فيبسطه أي السحب البساطية فيقول الله سبحانه وتعالى ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله أي لا تنزل هذه السحب البساطية إلا المطر ولا تنزل الثلج أما النوع الآخر الله سبحانه وتعالى يبين عن السحب الركامية في سورة النور يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله ثم يقول الله سبحانه وتعالى وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فيها من برد فيبين أن السحب الركامية تنزل المطر وتنزل الثلج أي البرد سبحان الله صنع الله الذي أتقن كل شيء قرآني آياته كم أسعدت وجداني أحزاني ذبولت وفاح الزهر في شقآني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأتني وما دامعي وكياني وأنا تعجبت أن هذه معلمات في قرآن يعني كيف نعرف يعني هذه الأمور وأمو أخرى كذلك في قرآن يعني من نسبة معلمات يعني أنا فكرت كيف كان كيف كان هذا يجب في قرآن ويعني قبل ألف وأربمئة سنة يعني غجل في صخرة ما يستطيع أن يقرأ ويعرف هذه الأمور هذا ما نصح يوحى إليه هذا يعني لابد هذا من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أحد كان يعرف هذه الأمور قبل ألف وأربمئة سنة وهذا أشياء عندنا يعني نقر في آخر مئة سنة نحن نعرف هذه الأمور سبحانه وتعالى في سورة النجم لا ينطقوا عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنا درسته في مدرسة متواصلة دراشنا كيف يعني المطر يبدأ في السماء نعم وذلك وافق هذا معه سبحان الله سبحان الله سبحان الله كيف جاءت الهداية لذلك أريد أن أجهب في الأمور أشاهد إلى الله وحاول على العيو، وإن تبحث على العيو وحظة إلى الله وعظة إلى العيو وظهر إلى أن العيو إنه الموء آخر إنه موحمد صلى الله عليه وسلم هو همه، سواهي الأساسر لا تبدأ الجلد تجري ولا تبدأ لأنه لا يمكنًاسبه الأولا ووالت فإن تجلب من العيوان إنه الموء آخر وحالح محمد صلى الله عليه وسلم إن فإن هذا المسجنج هو نعم ثم يجب أن تفكر ماذا في المسجن وذلك يجب أن تبحث عنه وأن تبحث عنه وأن تبحث عنه أجل أمور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنة في القرآن اهتدى برحمه تحلو الحياة شرطا إلى المولاتي أسلم تروحي للإنان في القرآن اهتدى برحمه تحلو الحياة شرطا إلى المولاتي أسلم تروحي للإنان بالقرآن اهتدى برحمه تحلو الحياة شرطا إلى المولاتي أسلم تروحي للإنان بالقرآن اهتدى برحمه تحلو الحياة شرطا إلى المولاتي أسلم تروحي للإنان شرطا إلى المولاتي أسلم تروحي للإنان ويأتي إلى المولاتي أسلم تروحي للإنان بعد هذا التأثر حصلت قصة غريبة لأبي بكر وهو خارج من منزله إلى المدرسة وأنا يوم من الأيام خرجت من بيت على دراجتي ركتكون عادة في هولندا نحن نمشي للدراجة وجاء لي خرجت من بيت على دراجتي وكنت خائف أن أموت وحقيقة لا يكون سببا لخوف أشارك أنا فارح ما في أحد وكنت خائف وأنا فقخت فيه لماذا أنا خائف؟ قلت أن غير المتأكد لدينا نصغانية الصحيحة لماذا أنا غير المتأكد؟ يعني كلهم جاء في دحني وهذا كلام كثير وهذا جاء في دقيقة واحدة كل شيء وأقول لماذا أنا غير المتأكد؟ وجدت أن خائف إذا ما أسلم سأكون من أحلى النار وبعد ذلك رفت إن أنا خائف أن أكون من أحلى النار يدل أنني عارف أن دين إسلام الحق إذا ما أعرفت أنه هو حق ما كنت خائفا وفي هذا اليوم مكان هذا في يعني صارس من شهر أبريل سبحان الله في نفس هذا اليوم بعد خروج أبو بكر من المدرسة اتجه إلى صاحبه التركي ليخبره أنه الآن سوف ينطق بالشهادة في مساء ذحبت إلى الزميلي وقلت له أريد أن أسلم نعم وهو قال لي الشهادة وأنا قلت الشهادة بعده بعربية شعورك بعد ما قلتها؟ بعد ما نطقت بهذه مثل أن ولدت جديداً كل شيء يعني هدف مني يعني كل سيئات وكل شيء مثل أن غجل جديد وهذا يعني لنا ليست عمر أن أكون مسلم الآن العمر يكون أنا سأمود وأنا مسلم إن شاء الله آمين 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 ونحن ما نعرف نهايتنا كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فغفر مع صليم ماذا يمثل لك القرآن؟ كتاب الله سبحانه وتعالى الذي كان سبباً رئيسياً في دخولك الإسلام ومن قيمة هذا القرآن في قلبك أخي في الله القرآن يعني هدى لكل الناس وهو حياتنا كامل في أول هي من آخر هي والا القرآن تكون هجة لك أو هجة عليك يوم قيامه أنا صلاة يعني أن تكون هجة لنا آمين هذا أكبر مشكلة إذا المسلم يبتاح عن القرآن من سبيل كراءة و تذكيرا و عمليا يعني هو يكون في دلال بعد أن أصبح مسلم لقد أخبرت أخبري بشأنهم بعد أن أصبح مهم بعد أن أصبح أكبر بشأنية أخبرت أكبر أكبر أقرأي لقد أقرأتهم لقد أعرف أن أخبرت أن أخبرت أخبر و الحمد لله أنني مسلم و لم يكن لدي أي مشكلة حتى الآن و أحتاج إلى بعض أصدقائي و الحمد لله حتى يميز الصادقين من غير الصادقين أني دعي أندي عطر كثير يقول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة يوجه الخطاب إلى المؤمنين فيقول أنهم سوف يفتنون و في نهاية هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا تريد أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على الإيمان و أن تبقى على الإيمان أن تجاهد نفسك و أن تصبر و أن تعمل كما بيّن الله سبحانه وتعالى جهاد النفس فسوف يهديك الله سبحانه وتعالى إلى طريق الهدى و طريق الإيمان الله سبحانه وتعالى تجعل هذا حياة امتهانا حتى يعنين يميز بمن يكون صادق بنسبة دينه ومن لا يكون صادق One of the ayahs that really affected me a lot after I became Muslim is the ayah is the water baqarah It's basically a saying that the one who is the enemy of Allah and his angels and his messengers and Jibreel and Mikal then Allah is an enemy for the kafirin and it has a big impact on me in the fact of that it shows that Allah will help the believers and it shows us that he stand by for them and he helps them and if you try to wage war against those people that he loves then he will start make war against you and it just I found it the very powerful ayah explaining the power of Allah subhanahu wa ta'ala and also the importance of the messengers and the angels and the high status and positions that they have سبحان الله تشعر أن قراءته للقرآن مختلفة هذه الآية في سورة البقرة قد لا نشعر بها بهذا الشعور لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته تعالوا نتدبر هذه الآية آيات تحب أن تقرأها أسمعها بقراءتك أنا بس أقرأ سوغة واحدة الذي عجبني منذ إسلامي وأحب هذه سورة لأنه هو ثلثة من القرآن نعم وهذا سوغة إخلاص وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه بنفقي بنفته بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمت لم يليد ولم يولد ولم يكون له كفوا أحد وصورة سريرة لكن معانيها كثيرة وأنا أحب هذه سورة منذ أسلمتها وهناك سورة أيضا قد تصرح في المرحل وفي المرحل وفي أجل تتعالى من إخلاص وفلق الناس وهي تحب من الأشياطين وهناك الكثير من أفكار ومشاركة في هذه سورة وهناك الكثير من أن تقرأها هنا لذلك هي جميلة سورة تلاحظون معي أن عبد الله أبو بكر يتكلم اللغة العربية ما شاء الله تبارك الرحمن بطلاقة والسبب أنه تعلم اللغة العربية في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا مع الله علي أن تعلم اللغة العربية بمدينة نابوية الحمد لله تعالى فيما تتعلم اللغة العربية لغير ناتكين فيها أي سنة هذا كنت؟ هذا كان في السنة عالفين وآله وسلم كنت درسته هناك في مدينة نابوية جامعة الإسلامية ولله الحمد أنت درست هناك في الجامعة لمدة أربع سنوات؟ درست العربية وبرد ذلك دخلت كلية الشريع ولله الحمد تخرجت لنا؟ كان شيء بعض أمور شخشية من سبب ما استطعت أن أكملها نعم فقط أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتع لي طريقا أن يغجى وأكمل دراستي بإذن الله بإذن الله كيف وجدت مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة يعني أنا أسأل أن غجر الذي خرج من بلده الذي ولد فيه وما يستطيع أن يغجى فيه الذي أنا أسأل الآن بالنسبة لمدينة يعني هو أسأل أن هذا أصلا بلدي الذي ولدت فيه الله أكبر وأنا أحب مدينة ومدينة في قلبي وأبرك في مدينة وأنا بس يعني أسأل الله على دين قبل أشهر دين أن يسألني يعني طريقا بجوع ليسكان في مدينة نور الهداية تزار صدري هو مبتداء أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها ما شيء أمنيتي حقيقة يعني تكون الغجوع إلى مدينة حتى أستطيع أن أكمل دراستي وأكون هنا كما أهلي حتى أستطيع أن تتعلم العربية كذلك وهذا أكبر أمنيتي اللي عندي حتى يعني أستطيع أن أفيد إخواننا في أوروبا أكثر من الآن يعني هذا أكبر غرب عندي الله أكبر ولله الهمد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا نحن وإخوانك في موقع نون بأن نحقق لك هذه الأمنية وترجع إلى مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتنتهي من الدراسة ثم يكون لك أثرا كبيرا هنا في الغرب لكي يتعلموا الإسلام على منهج كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لك 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 اشتركوا في القناة